في هنا لقطة لابد ان انا اتكلم معكم فيها لم امتى بقى بيزيد الاحساس بقى ده عند الاولاء عند الاباء والامهات لما تحصل الطوط الحياتية ويكونوا مش متحملين في ايه اللي حصل فينفسوا في بعض اه في بعض الاحيين ينفسوا في بعض ازاي تجد بقى العصبية والغضب سواء بينهم وبين بعض ما بين الاباء والامهات او مع الاولاد نفسهم لانهم حسين بالتقصير فبدل ما يحاولوا يضعوا حل مهني وعلمي وانساني وحياتي لهذه المشكلة يتزايد عندهم ده واللي حصل وتزيد متلالة الشعور بايه بالذن فيزيد الاحساس بالتقصير قوي بقى مع صنف احنا دايما بنتكلم عنه واللي بخلينا نتكلم عنه لان احنا يبدو ان كل اللي حوالينا قطر هؤلاء الناس في وسطنا اللي هم من دول انهم الناس ببرفكشنست انهم سعيين الى مثالية يزيد عندهم الشعور جدا 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 بالتقصير في حق اولادهم فاي تصرف بيخرج منهم مش على المعايير المثالية اللي المعايير بقى اللي هي البرفكت اللي هو افضل حاجة تجاه اولادهم يروحوا جلدين نفسهم واي خطأ بيعملوه الاولاد بحكم ان هما لسه بيجربوا ويتعاملوا يحسوا ان هما مقصرين في تربيتهم انا فشلت في تربيتكم انا ام فشلة انا اب مش مسؤول انا حاسس ان انا ضعت بس هم مش هو دا اللي قال ليه حضرت النبي مش دا اللي حضرت النبي قال هن لما علمنا كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعياتي اه هنا بقى نقف شوية مع معنا كلكم راعن كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعياتي انت لن تتحاسب عن هذه الرعية بل هم انت تؤسسهم وتساعدهم فانت مساند ولست بديلا عنهم الامر التاني ان انت باعتبارك راعي وهما باعتبارهم رعية ما بتخرجوش من اطار كله بن قدم خطاء فطبيعي ان دا يحصل طبيعي يعني ايه ممكن يحصل مش لازم يحصل لكن ممكن يحصل وانت لازم كانسان تكون متصالح مع مؤذن ماذا تطوير الاداء الذي يسميه الناس الفشل الوقت اللي انت لا تصل فيه الى النتيجة عندي اسمه السعي الى تحسين الاداء ونزاك رسول الله سلم علمنا ان احب الاعمال الى الله ادوامه وانقل يبقى نازم احنا نداوم فلو ما كانش فيه تحسين عن داوم كيف سنداوم لكن هل مقتدر رعاية دي والمسئولية اللي موجودة في حديث الرسول اللي لا تسلب ان يتحول لاباء والامهات الى اباء وامهات خارقين ابدا والله داوت مش موجود خالص ولا ان الشخص لما يجي يتحاسب امام الله هتحاسب امام الله على نموذج الاب والام الخارق ابدا لكن مقتدر رعاية ان احنا نكون اباء اسمع ان احنا نكون اباء صادقين ان احنا نكون اباء متزنين في الخلاصة ان احنا نكون اباء حققيين لان كتير من اباء لما بيحصل لهم دا ساعات بيروحوا يمثلوا وساعات بيخرجوا من مقتدر صدق ويحرقوا في نفسهم ويطلعوا مشاعر غير مشاعر جواهم فيصبحوا بيتأكلوا والاولاد مش عارفين ايه ايه اللي بيحصل لهم لدرجة انا شفت اباء وامهات بسبب الشهور في التقصير قاعدين يخسوا وقاعدين ينهاروا من الداخل وبيحاولوا يعيشوا مع اولادهم حياة طيبة وإن اللي حصل وإن اللي حصل ويغلطوا اوقات معهم لكن الغلط دا مش هو الاساس لكن هم بن قدمين طابعين متزنين بيحاولوا يعملوا عليهم بقدر المستطاع واذا حصل خطأ بيبقى استثناء لكن بيكملوا وهم وقفين وما بيقفوش عند التقصير كتير لأن هو التقصير حصل لكن اللي قوفه عند التقصير بيكون عشان نقدر نعمل حاجة أحسن في الأمام وما بين التقصير ومحاول التحسين كتير من الود بيحصل وكتير من القرب بيحصل ما بين الأباء والأمهات اللي متزنين الحقيقين ويحصل كتير من النور وكتير من المدد وكتير من السعة من رب العالمين فلذلك احنا الاوقات دي الاوقات اولادنا انتو بتخافوش اولادكم لما بيشوفوكم بناءدمين طبيعيين بيعرفوا ان الحياة مش محتاجة ان هو يبقى خارق لان في بعض الاحيين الشعور ده بيخلي الاولاد ينغمسوا في الاحباط لازم ندي اولادنا الامل ان احنا نعيش بشكل طبيعي